مع نص أخي الإنسان للشعر عيسى النعوري وهو شعر فلسطيني وكتب قصص وروايات كثيرة وشعر أيضا وكان يعمل في ميدان التدريس ومن أشهر أعماله طريق الشوق وأدب المهجر وأناشيدي فهنلتقي اليوم مع نص أخي الإنسان يقول أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق أخي الأبيض والأسود في جوهريك المطلق أمد يدي فصافحا تجد قلبي بها يخفق بحبك يا أخي الإنسان لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا ونسعد بالحياة معا أحباء وأعوانا ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا فهيا يا أخي الإنسان طبعا النص يدعو هنا إلى الأخوة والمحبة بين الإنسان في الدنيا كلها بين الإنسان الأبيض والأسود وفي المغرب والمشرق في كل مكان وعلى كل أنحاء الأرض فالإنسان الفرق بينه وبين أخيه في الجوهر المطلق ما هو الجوهر هو الأصل وأساس الإنسان المطلق أي العام والشامل وليس الفرق في اللون فالإنسان الأبيض والأسود إذا مد أحدهما يده إلى الآخر فلابد من رد السلام والتحية فيصافح لأنه يجد القلب بها ينبض بالدماء وبدماء الحب فالإنسان يحب أخيه الإنسان فلابد أن يصافح ويلقى عليه التحية حتى تنمى مظاهر الحب والإنسانية فأصل الإنسان أنه جاء إلى الدنيا من أب واحد وهو آدم وأم واحد وهي حواء فأتى الإنسان مع أخيه لكي يعيش إخوانا في الدنيا في سعادة وخير فالحياة تحلو وتسعد بأن يكون الإنسان حبيبا للآخر وعونا ومساندا له في كل شيء فبذلك المحبة تتحول الأرض إلى جنة الفردوس فهيا يا أخي الإنسان لتنفيذ هذه النصيحة كما دعان الله سبحانه وتعالى في آياته إلى الأخوة والتعارف وأنه لا يفرق بين الإنسان وأخيه إلا بالعمل ولقد أمرنا الله بأن نحب بعدنا الآخر ولا نحقد على بعدنا الآخر كما قال في آياته الكريمة من سورة الحجرات الآية 31 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكا وأمسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أقرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلى الله عليه وسلم أي أن الله خلق الإنسان من ذكر وأنسى باختلاف أنواعهما وألوانهما وجعلنا في شعوبا متفارقة وقبائل مختلفة اللون والأصل واللغة لكي نتعرف بيننا وبين الآخر فإن الإنسان لا يفرق بينه عند الله إلا بالعمل الصالح والتقوى وعبارة الله والله عليم خبير بما يفعل الإنسان وشكرا وشكرا ترجمة نانسي قنقر